أعزائي المشاهدين معايا اتنين من ضيوفنا الأعزاء لليوم تأثير على الصحافة الرياضية في بلد جميل أوي أوي احنا كلنا بنحبه حقيقة كمصريين زي ما بنحب كل الدول العربية من المغرب الشقيقة هنشوف ايه الحكاية هم مشرفيننا معايا الأستاذ عبد العزيز بالبودالي جريدة الاتحاد الاشتراكي ومعايا الأستاذ محمد شروق أهلا بحضراتكم شكرا جزيلا على الاستضافة ونحن السعادة بالتواصل مع برنامجكم الناجح ومع المشاهدات والمشاهدين في مصر وفي الوطن العربي أستاذ محمد أنا أرجو أن أكون قدمتكم بطريقة صح لا أكثر من صح يعني أنا حقيقة لي لأن أنا عارف أن قيمتكم كبيرة وأهلا بكم في طبعا مصر بلدكو التانية أكيد وأنا سعيد جدا أن أنا قدامي كتاب دلوقتي باسم أيام كايرو بعيون مغربية أوريها للسادة المشاهدين معايا كتاب باسم أيام كايرو بعيون مغربية قبل ما نبتدي نتكلم على الكتاب هو اللي كاتب الكتاب الأستاذ عبد العزيز وأنا عرفت كمان أن حضرتك أستاذ محمد شروق كاتب كتاب باسم أنا والسرطان والسرطان نعم الله ربنا يحفظ الجميع يعني لكن قبل ما نبتدي نتكلم على الفكر وعلى القوة الزهنية وتجميع المعلومة وضعها في كتب قيمة الرياضة فين من حبكم لمصر والمغرب أستاذ عبد العزيز أستاذ محمد أولاً هناك صحفيين رياضين الاهتمام دينا منصب على على الرياضة ولكن للأسف الشديد الرياضة في نتكلم على المغرب الذي نعرفه كثيراً يعني بحكم يعني كهاماً غرباً فريد استأتي في آخر اهتمامات المسؤولين يعني على الشأن العام هناك تركيز كبير على أوراش أوراش للإصلاح السياسي للإصلاح الاقتصادي للإصلاح القطاع التربية والتعليم ولكن ربما هذا لا يترك الوقت والاهتمام بالقطاع الرياضي علماً بأن قطاع الرياضة يهم عدد كبير من من فئات الشعب المغربي بحكم أنه شعب شاب وبحكم تأثير الرياضة على المجتمع وبحكم أن الرياضة خاصة في العصر الذي نعيشه لم تعد لعبة فقط هي ترويج لصورة بلد في العالم أجمعية ظاهرة تقافية ظاهرة حضارية يعني ظاهرة اقتصادية بحكم يعني بحكم دخولها إلى الى الاحتراف يعني وهي فرصة للبلد مثلاً كالمغرب لترويج صورته في العالم ونحن عشنا كمغربة يعني إنجازات مثلاً سعيد عويطة ونوال متوكل في أولمبياد لوس أنجلس في 84 العالم كله عرف المغرب فين المغرب مين هو هذا المغرب إلى درجة أن الملك المرحوم الحسن الثاني في خطاب رسمي قال بأن عويطة أو نوال قدموا وعرفوا بالمغرب أكثر مني يعني كملك الحسن وما أدرك يعني كملك عظيم ويقولوا هذه الشهادة مزبوط حق الرياضيين وبعد ذلك يعني مثلاً تستحضر مباراة في التنس اليونس العنوي في أوبن أستراليا دامت خمس ساعات مع الأمريكي فتني اسمه تخيل أن العالم كله بيتفرق على مباراة فيها تردد اسم وترديد اسم غرب هذا ما فيه الشك هذا ربنا للبلد كصورة ونعيش نعيش عصر صورة ما فيه الشك ما فيه الشك هو فيه الشك أستاذ عبد العزيز أن لما نيجي نتكلم بقى بالتحديد لعبة كرة القدم لعبة جماهرية شعبية التاريخ المغربي المصري أو المصري المغربي دايماً بيبقى فيه نوع من حلو الأداء بالنسبة للمباريات بين الفريقين وأنا أعلم جيداً أن حضراتكم من مدينة المحمدية وهنتكلم طبعاً عن المحمدية لأنها مدينة جميلة حقيقة يعني ونجم كرة القدم المغربية النجم الرائع القديم اللاعب أحمد فرس أحمد فرس يعني وتأثيره بقى على الشباب وعلى النجوم في الكرة المغربية حالياً أحمد فرس من النجوم اللي احترفت خارج المغرب كانت فيه عروض من ريال مدينة أحكي لي شوي أولاً أشكرك كابتن على الاستضافة وأنت يعني مدحتي أنا أنا زميلي شروق قيمة إعلامية قيمة بتاعنا أنا ومحمد شروق أصبحت قيمة كبيرة اليوم وأحنا معك في هذا البرنامج الشيء شكراً أحمد شكراً أحمد من المغرب بالإضافة لما قاله الزميل قبل أن أرد على الملاحظة ديلكم آآ الرياضة كما قال الرياضة أصبحت اليوم آآ مبرود مبرود أنها تكون من أولى الاهتمامات ديلك الحكومات العربية أحنا الخطأ اللي يواقعين فيه في البلدان العربية أن الرياضة آخر الاهتمامات الرياضة أصبحت عاملاً فيه أشد عبد العزيز جايبين لقطات من مدينة المحمدية آآ آآ يريد حضراتكم بردو تشرحولي ده تقريباً third ده شاطئ المحمدية دي ساحة الحسن الأول أيوة يعني أشهر منطقة سياحية في المحمدية المحمدية هي حديقة يعني بزهور وورود ده قصر البلدية يعني الجماعة الحضرية اللي بيتدير شؤون المدينة المدينة المحمدية تبعد أدية عن الدار البيضاء؟ تقريبا حوالي 20 كيلو حوالي 20 كيلو وهي ما بين شمال شرق غرب دربداء شمال شرق نفس الخط هي ما بين دربداء والرباط وهنا السورة ده مسجد ردوان ده مسجد ردوان ده البحر المحيط الأطلسي ده شاطئ بحكم أن المحمدية مدينة شاطئية هي شاطئية ساحلية مدينة ساحلية وشاطئها ينتد على حوالي أكثر من 20 كيلو ده طريق سياحة من أجمل من أجمل مدن يعني من المغرب عندها شواطئ عنده بحر عنده غابات عنده يعني مدينة أنا أنا يعني أعمل دعاية المدينة لازم طبعا لا من حقك تفتحل بمدينتك يعني هي مدينة تتوفر على جميع المؤهلات الطبيعية أي ومدينة رياضية يعني فوق هذا كله مدينة مدينة عندها رياضة أولى الاهتمامات وهي محمدية تحمل لقب معروف بالمغرب بمدينة الزهور والرياضات الأنيقة والرياضات الأنيقة ليعظم على الرياضة الأنيقة في نادي تينيس في نادي الجولف وفي نادي القنس نادي الفروسية ونادي الفروسية ولقبة مدينة الزهور لكثرة يعني فيها زهور كتير لا ما هو واضح طبعا أن زي ما احنا شايفين من الصور المدينة حيبت تمتع بميزات الدقيق حلوة ونكفي أنها أنجبت أحد عمالقة كرة القدم العربية والعالمية وده اللي أنا عايزة أسأل حضرتك فيه نجم أحمد فرس هو أول لاعب عربي يحرز الكرة الذهبية الإفريقية كأفضل لاعب أفضل لاعب في إفريقيا كان في عام 1975 1975 سنة بعد إحرز الكرة الذهبية قاد المنتخب المغربي الإحرز اللقب الإفريقي باطل إفريقيا كان ده أول لقب وآخر لقب أحمد فرس يعني موهبة سبحان الله كبيرة نحن شوفناه في الأواخر قبل اعتزاله بسنوات ولكن العقل اللي كان عطاه الله سبحانه وتعالى اللي خلاه أنه يكون لاعب كبير لاعب مواصفات يعني مهارات تقنية وبدنية حتى أنه نادي ريال مدريد وفي 1972 الرئيس ريال مدريد جل محمدية بنفسه جل محمدية على أساس التعاقد معه عارض يعني مئة وخمسين مليون يعني طروة يعني في هذاك الوقت يعني كان من النجوم الكبار ورفض أنه يغادر محمدية ده 98 إحنا هنا بنعرض لأطار ده مصطفى حقي في كاس العالم 98 مباراة نرويج اللي انتهت بأثنين لأثنين ده مباراة اللي انتهت بأثنين لأثنين وفي تلك الفترة كان نرويج من من الفرق قوية من الفرق قوية في أوروبا قوية جدا مظبوط صح مظبوط يعني إحنا جايبين لأطات يعني حقيقة لمسيرة المغرب في كاس العالم وفعلا المباراة كانت مباراة كانت مسيرة موفقة ولازم نشير في هذه المناسبة لدور البرازيل في إقصاء المغرب ده من نقاط السوداء في تاريخ البرازيل واضح لو حضركم تلاحظوا هنا في هاشتاج البرنامج بتاعنا حقيقة عمله تضامنا مع ملف المغرب 2016 لو حضركم ملاحظين 2026 اللي هي ان شاء الله بعد طبعا تنظيم كاس العالم وهذا المفروض يخص لكم الدول العربية لازم يكون بالضبط احنا كلنا حقيقة نتمنى نجاح المغرب ان شاء الله وهنا السؤال لحضراتكم هل مسألة تنظيم البطولة يعني باسلوب مجمع يعني 32 دولة وهنا ده كمادشو تقريبا هنا مازلنا احنا برضو في لقطات لمنتخب لا ده مش منتخب المغرب ده منتخب ايطاليا بزاعة 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 السؤال لحضراتكم الملف الخاص بكاس العالم 2026 لان احنا زي ما ذكرنا عملنا هاشتاج واول برنامج في مصر حقيقة تدعيم لملف المغرب ده كمادشو كمادشو اه اوكي اوكي مبارة اه هترك لحضراتك التعليق هنا مباراة هدي مباراة اخرى هدي مباراة ايطاليا وشيلي اه اوكي في الدور التاني هدي احنا تعقیبا على استضافة المغرب ان شاء الله لكاس العالم 2026 ان شاء الله ربنا 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 وفا لان احنا كمصرين حقيقة متضامنين جدا مع المغرب لبناء يعني ان شاء الله هنا بعد بعض الاستادات في المغرب الشقيق اللي من الممكن نهي يعني استاد قدير لمدينة تنجه شمال المغرب وهنا دا استاد اقدير استاد اقدير المدينة اللي في الجنوب اقدير المدينة السياحية الملحب يحتضى ان مبارتك اسل العالمي الاندية 2014 2014 ايوه وهنا هذا استاد مراكش مراكش هذا استاد مراكش مدينة السياحية الشهيرة ايوه وفي استاد في فاس وفي استاد في طاجة كم استاد من الممكن ان هم يستضيفوا لان لو كان اذا كان الملاعب في المغرب البرتغال واسبانيا مع المغرب فهيبقى العادة متوزع يعني الملاعب اللي في المغرب اللي عندها مواصفات يعني متطابقة لما تفرقه في فالتحاد الدولي كان ملعب الكبير اللي مراكش كان ملعب ادراء القدير ملعب فاس يعني ملعب طنجة وملعب الدربدة محمد الخامس محمد الخامس ملعب الدربدة ملعب 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 قطع مشوار كبير في البنية التحتية ايه ايه احنا كنا نشكوا دائما من قلة او الخصاص في البنية التحتية ايه اليوم الحمد لله نقدرون نقولوا ان المغرب يتوفر على بنية تحتية ملاعب وملعب للتدريب وملعب للتكوين في المستوى الكبير يعني هل مدينة المحمدية فيها استاد بردو كبير ولا يمكن ارباها من رباط وارباها من كازا فيها ملعب وملعب تاريخي يعني معلمة رياضي قديم فيها احسن لاعيف في المغرب احنا كان منتخب المغربي يلعب ياخد هذا الملعب يلعب اسمه ملعب البشير هو تعرض للاهمال حاليا في هذه الفترة يتم اعادة ترميم الملعب مرافقه كله هو ملعب يعني بمدرجات حوالي خمستاشر الف مقعد او عشرين الف كان يتميز بالعشب طبيعي ديره من يعني اجمل العشب اللي كان في المغرب في ملعب اخر بتاع الاحياء والتداريب اسمه ملعب المعطي من قدماء اللي كان ابن المحمدية ولعب كبار الاندية في المغرب وفي اوروبا ايام يعني السعمار قبل سنوات الخمسيناس وكان اسمه عبدالسلام البشير وسمي الملعب باسمه تفضل لما ندكر المحمدية يعني فرس كهرم فرس اه هرم كبير كبير هو من علامات مدينة اللي أنا ما نقول محمدية في المغرب نقول البحر وفي شركة معروفة عندنا شركة البيترو كيمويات هذا وفرس وفرس وفي الفرس ليس يعني ليس كلاعب فريد في المحمدية هناك لاعبين نجوم عسيلة وهذا عسيلة كانوا من التنائي هذا التنائي معروف يعني في التاريخ التنائي فرس وعسيلة هم يلعبوا بآيون مغمضة زي عندنا الشازل ومصطفى رياض عندنا النجوم اللي هم السنائيات الجميل أن كما قال عزيز أن المغرب لما فاز بكأس أفريقيا في 76 في إتيوبيا كانوا أربعة لاعبين من المحمدية في المزهب وهذا شيء يعني جميل أنا أحب أمر على كأس العالم المغرب يستحق أنه ينظم كأس العالم وأنا أشكر مصر كانت دائما في جميع الترشيحات المغرب التي تنظيم كأس العالم كانت دائما في جانبه المغرب الفضائح الفضائح الرشاوي داخل الفيفا وعلى إترها تم إقصاء بلاتر كالمغرب هو اللي يستحق عنه تنظيم كأس العالم 2010 واضح جنوب إفريقيا المغرب ظلم في 2010 فالفيفا لو عندها كما نقول في المصرية لازم المغرب هو اللي ينظم ويستحق أنه ينظم كأس العالم تعويضا لما ضاع في 2010 إحنا كنا في المغرب كنا نستحق يعني وكنا كنا في المغرب في لتساة تصويت كنا المغرب كله عارف بأنه هو اللي ينظم فإذا فجأة فكله الملف الملف تفضح والعالم كله عارف ما ضاعر وتم إقصاء بلاتر اللي تم في 2010 كان لي تداعيات وبعد كده لكن لازم نعترفه بواحدة المسألة أنه حتى من الجانب نحنا كمغربة كانت أخطاء كثيرة وكانت سلبيات بتقديم الملف المسؤولين على الملف المغربي للأسف لا كانوا عندهم خبرة رياضية أو خبرة تباوضية أو خبرة كان خطأ اليوم نحن متفائلون لأن المسؤول عن الاتحاد المغربي لكرة القدم شاب يعني فوزي لقجع فوزي لقجع إنسان مكون علميا عنده إيمام كبير بالإدارة ولا يترك أي شيء زعمك لله هذا بالإضافة إلى أن كان واحد البصمة كبيرة دي جلالة المالك محمد السادس لأن جلالة المالك بدكاءه المغروف عليه نتابع إلى مسألة أن الرياضة لازم يكون عندها واحد اهتمام كبير الرياضة تحميك من التطرب تحميك من الجهل الرياضة تحميه من المرض الرياضة لازم تكون نظام حياة إن الرياضة أسلوب حياة ونظام حياة تهدي بالأخلاق كله تهزيب اه دبا الإبن ديالك مثلا الرياضة تقدر تفيده كتر من التعليم لأن الرياضة تهديه ويغل تفتح له يعني أنه يطمح يتعلام ويكون بمساواه ويعرف مثلا يلبسه يعرف يتكلام يعرف مفي الشك الرياضة هي كل شيء نظام حياة جلالة المالكة عرف هذه المسألة بالنباهة دياله فمشبحت على نقطة ضعف اللي جعلت من الرياضة في المغرب متخلفة نقدر القرون متخلفة عرف أنها لازم تكون عندها بنية تحتية أولا فأمر ببناء الملاعب أي أما الشيء الحكومة الحكومة ينفيدون وياريت عينوا ينفيدون بالطريقة اللي هي هم دائما الحكومات الثالثة هده هده تمانية سنوات هذا حكومات فاشلة نحن كان نعتبرها في المغرب نحن ما ما قدمت ولا شيء للرياضة ولكن التوجيهات المالكية هي اللي خلاتهم وأجبرتهم على التحرك باش يمشون في الخط أننا نحق نهضة رياضية نهضة رياضية في المغرب بداية البنية التحتية كما قلت ثانيا التكوين لازم يكون تكوين في الأطور التقنية أولا ولهذا الغرض فتحوا الباب لكل اللاعبين السابقين اللي عنده الرغبة أنه يلي جميدا التدريب مرحبا ولكن بشرط أن يتم تكوينه في إخضاع الاختبارات يتم تدريسه مثلا مبادئ التدريب ويسلم في آخر تكوين شهادة هذه الشهادة يمكن بها أنه يشرف على أي نادي لما كان يتوفر على شهادة معترب بها لا يحق يبقى لازم في رخصة شهادة في زي ترخيص أكثر من هذا كان الملك أعطى تعليماته باش يدخ أموال كثيرة صندوق الرياضة بالنسبة للاتحاد المغربي لكرة القدم فهو لا يشكو من العوز يعني نعتبر كل إمكانيات مسخرة تحت المغربي تحت ملياردين عنده الأموال ولا ينقصوا أي شيء يعني يعني الاهتمام المسؤولين الكبار في المملكة المغربية بأهمية الرياضة ودورها في في حماية المواطن هل هل يا أستاذ محمد الشعب المغربي رياضي بطبيعته لا من في المتابعة بطبيعته تمارس الرياضة على شاطئ البحر في بسكورة في كازابلانكا في بسكورة في كازابلانكا في بسكورة في الرياضة في جميع المدن المغربية تلقى أماكن الناس تتلقى فيها في الصباح تمارس الرياضة والملاحظة في المغرب بأنه في السنوات الأخيرة لاحظنا تكاثر القاعات الرياضية قاعات صالات يعني صالات متخصصة في الرياضة وحتى شركات شركات تستطمر في هذا المجال ومع تطور يعني الوعي بالوعي الصحي ناس عرفت بأن الرياضة عندها دور في الصحة وكما نقول وتعلمنا أن العقل السليم في الجسم السليم فأول أول من نحرس خاصة الجيل ديان نحن يعني درسوا عندهم نسبة من الوعي فنحرس على أن توازي المدرسة توازي الرياضة الرياضة في المدرسة الرياضة لاحظنا حتى في مدارس مدارس رياضية لكورة القدم لجميع جميع الرياضة أنا حرس على أبني أنه يمارس الرياضة ويتابع دراسته واكتهده العلمي وده وضع طبيعة جزء من صحة ولكن نحن مهم نحن نحن في النقاش يعني مفتوح الشعب المغربي يتأسف على ما قالت له الرياضة المغربية نحن كنا في وقت غير بعيد كنا متقدمين في عدد من الأنواع الرياضية مثلا في ألعب القوة كان عدنا عدين كنا يعني المغرب كنا المغرب إسم حاضر في تظاهرات هشام القروج والبروج وعلى سبيل مثلا في بطولة العالم في سيفيا الإسبانية في 99 كان المغرب يحتل الصفل الخامس عالميا كنا في وقت عدنا في تينيس كان عدنا سنة لاعبين كبار الهناوي والعالمي وأراضي وكان عدنا وحنا كنا من الدول القلائي لعدنا طوب صون يعني في المئة لاعبين الكبار في العالم كان عدنا من الدول القلائي كان المغرب والسويد وأمريكا وإسبانيا يعني أربع دول عندهم ثلاث لاعبين أقل في الترتيب العالمي أقل من مئة كنا في الملاكمة يعني رغم ضعف الإمكانيات وأنا على أهي لا أعضو في جامعة الالتحاد المغربي للملاكمة مكلف بالإعلام يعني لو أنني مجمد عضويتي حاليا بدون زعلينك في حاجة لا بدون دخول في التفاصيل بدون دخول في التفاصيل ولكن أنا حارب دائما في الملاكمة لأن أنا رئيس متنم لنادي نادي محلي في قفاز البرنوسي نادي قفاز البرنوسي للملاكمة برنوسي برنوسي لناحية مخازة قريبة من محمدية وكذا من محمدية 15 كيلو أنا أصلا أنا ابن البرنوسي ولكن احترنت للمحمدية لنبي حكم الاشتغال حكم السكندير في محمدية فأنا يعني البرنوسي وإحنا يعني نحن نقول نقول في الروسي المحمدية المجال الحيودي لما كنا أطفال في البرنوسي نروح للشاطئ المحمدية ومقاه المحمدية وحضائق المحمدية وكتب لي أن أعيش في محمدية وأستقر فيها ما بتروحش بوزنيقة بوزنيقة دي الشواء دي بوزنيقة يعني بوزنيقة مشهورة في مغرب بمحلات الشواء الأسماك واللحوم المشويات والكباب الكباب الكفتة ذكرتين بوزنيقة أستاذ عبد العزيز عايز حضاك تديني يعني في عجالة كده تلخيص عن الكتاب أيام كايرو بعيون مغربية يعني تشفت القاهرة إزاي أولا أنا أشكرك إذنك ذكرت الكتاب وإحنا يعني كنا جايين للبرنامج كنا بحفل تقديم الكتاب هاي وبالمناسبة يعني لو سمحت لي أوجه شكري للأستاذ أشرف محمود الزميل طبعا أشرف بالعكس إحنا بنشكره جدا والاتحاد المصري التقافة الرياضي وكذلك دار المعارف للنشر دار معارف للنشر يعني كانت نسيق بينهم باش يتنضم ليحفل توقيع الكتاب هو حقيقة الأستاذ أشرف محمود شخصية حقيقة مكتهدة جدا وعنده حقيقة طاقة كبيرة أسبقا مسألة التآخي العربي وإن يبقى فيه تواجد بين بيننا كعرب كوحدة عربية أنا حقيقة بحيو بشكركم جدا على أنكم حقيقة مساهمين في هذا ها والله يعني وانا كل دا نكتبه في الكتاب أشرف محمود من ناس اللي تخليك تحب أن تكون عربي في هذا الوطن رائع رائع إنسان صعيدي يعني وقلبه عروبي كما كان قوله العروبي عروبي وإنسان مهني في مهنة ديله إعلامي نشيط مجتهي والطاقة وتبارك الله عليه وأنا أقول له دائما وكن نصحه أنه يهتم بالصحة ديله ببيته لأن أنا أتعجب يعني تحرك تزامات عنده في 24 ساعة كيف لا الشخصية جميلة ولا يرفض طالب أي حد لا بالزبط تلقى فالندواب المساعدة سادة يعني كل أعضاء أيمن بدرة أستاذ كبير على عزات يعني الأستاذ علاء عزة الإخوة كلهم يعني وده شيء رائع حقيقي يعني التأخي والتواصل ده في منتهى يعني هو ده أهمية وجودنا احنا كرقعة جغرافية وبيجمعنا الدين وبيجمعنا وبيجمعنا اللغة وبيجمعنا أشياء كثيرة جدا احنا كنا عملنا أنا أستاذ الحادق في أيام كايرو بعيون مغربية الديني ملخص للفكرة هو للفكرة أولا أنا زرت مصر كثير وكانت أول زيارة للمصر وكنت محدود 2009 يعني كنت معا وفد المنتخب الوطني للدرجات كانت بطولة في شرم الشيخ وكانت مناسبة وفرصة يعني شفت مدن جنوب سيناء وشفت القاهرة فبعدين قلصان بعد ما تم توقع اعتفاقية شراكة وتوأمة ما بين الجمعية اللي أنا أنا فيها هو الكاتب العام جمعية محمدية الصحفة والإعلام مع الاتحاد النصري التقاف الرياضي بدأنا عفون نتبادل الزيارات اي فكل سنة تقريبا نزور النصر أنا فكرت أنني أعمل كتاب عن مشاهدات الثالث هذه الفترة كلها ما شفته ما شاهدته في مدن كلها هو يمكن تصنيفه بأدب الرحلات ولكن الإضافة الجميلة ربما أعمل دعاية للكتاب هو أني لا أصف الأماكن وحدها بل أصف العلاقات الإنسانية الله عليك العلاقات الإنسانية يعني ركبت في التاكسي مع سائق تاكسي أتبادل مع الحوار أعرفه بالمغرب هو يعرفني بمصر وحي الأسبكية وحي كذا وهنا كان عبد الحليم وهنا كان فلان فبخلق مع حوار وأصف هذه العلاقة الروحنية وفي النهاية نجد أننا لا فرق ما بين مغربي أو مصري إنسان عربي يعني أنا كتبته في الحقيقة بقلبي لم أكن أديبا ولا روائيا في كتاب أنا هاخد من جملة حضرتك لا فرق بين مغربي ومصري أو بين مصري ومغربي لأن روحك الرائعة في أنك أنت تسرد قصص الحوارات مع الشخصيات المصرية يعني بالمعنى الدارج المواطن المصري ومسألة التبادل الفكري ده شيء رائع يا أستاذ عبد العزيز وأنا بشكر حدايك جدا وشرفتونا أنا سميته أدب من أدب القلوب أدب أدب القلوب أدب الرحلات آه أدب القلوب أنا قررت الكتاب قبل أدب القلوب لأنه كتبه بقلبه دون يعني اتباع منهجية معينة في الأدب والتقنيات هذا هو خلى قلبه طلعه بطريقة تلقائية كأنه يتنفس وكان يكتب كأنه يتنفس في تلقائية في التعبير في تلقائية في التعبير وفي طلاقة وفي سهولة وفي انسياب لكلمات رائع الطبيعة الطبيعة الحلوة وأنا يعني بتمنى أن كل بيت في مصر وكل بيت في المغرب يطلعوا على هذا الكتاب إن شاء الله احنا بنحاول نجتهد بتقوية هذا الروابط الأواصر بيننا وبين بعض وبين مصر وبين المغرب وتونس والجزائر والأردن في الشك فرستين كل الدولة أمة دين واحد ولغة واحدة أنا بشكر حضاياك جدا جدا والله أستاذ عبد العزيز الله يخليك بالعكس أنتم شرفتونا أستاذ محمد شروخ أنا بشكر حضاياك جدا أهلا بيكم في بلدك مصر يعني مش بترحب بيكم ده بيتكم هنا والله يبيتنا والله يبين مجامل إحنا حقيقة كشعب مصري وتعلمون طبيعة المصريين حقيقة يعني أحلى ناس الله يبارك فيك أنا نصيحة واحدة لو تقبلوا مني أشقائي كل المصريين عندكم بلد جوهرات لازم تحفظوا إن شاء الله بلد جوهرات الأستاذ عبدالعزيز حيب يختم ويقول أنتوا عندكم بلد جوهرة ولازم تحفظوا عليها أستاذ عبدالعزيز أنا بشكر حضاياك جدا أستاذ محمد شروخ أنا بشكر حضاياك جدا جدا شكرا جدا أعزائي المشاهدين بالأستاذ عبدالعزيز والأستاذ محمد إخواننا من المغرب الشقيق هنطلع لفاصل